بسم الله الرحمن الرحيم وأن يأكل منها رغدا ولكنها هما الله عن أكل شجرة معينة ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين لكن الشيطان كان لهما بالمرصاد فصمم على أن يخرجهما من هذه الجنة فأزلهم الشيطان عنها يعني عن الجنة حمل الشيطان النبي آدم وحواء على الزلة عن هذه الجنة بسبب الوسوسة حيث حملهما على الأكل من الشجرة شنو كانت النتيجة؟ كانت نتيجة هذا العمل أن أخرج من هذه الجنة فأخرجهما مما كان فيه من النعيم والخيرات والبركات وقل نهبطوا توجه الخطاب إليهم جميعا لآدم وحواء والشيطان وقل نهبطوا من هذه الجنة إلى مكان دونها هس شنو حقيقة هذا الهبوط؟ إما هذا الهبوط حقيقي هذه الجنة كانت في مكان أعلى فمن ذلك المكان الأعلى هبطوا إلى مكان أسفل أو لا مو العلو الحقيقي وإنما العلو الرتبي يعني في مكان أعلى وأشرف مو بالضرورة يكون العلو مادي وإنما العلو معنوي وقل نهبطوا بعضكم لبعض عدو بعضكم لبعض عدو يعني الشيطان عدو لآدم وحواء وآدم وحواء عدوان للشيطان ولكم في الأرض مستقر يهبطون إلى أين؟ يهبطون إلى الأرض ولكم في الأرض مستقر يعني محل القرار موطن الاستقرار مستقر ومتاع يعني الاستمتاع بالنعم في الأرض إلى متى هذا المستقر والمتاع إلى حين يعني إلى حين انقضاء الدنيا حيث تموت البشرية كلها أو إلى حين موت كل فرد فرد يعني لكل إنسان المستقر والمتاع إلى أن يموت هس السؤال أنه كيف أزل لهم الشيطان لا بأس أن أنقل هذه الرواية فأنها وأن كانت طويلة ولكنها تبين ملامح تلك القضية التي دعت النبي آدم وحوائله الأكل من الشجرة والهبوط من الجنة إن الشيطان بدأ بآدم إجي يخدعه شنو قال ما نهكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين إن تناولتما منها تعلمان الغيب وتقدران على ما يقدر عليه من خصه الله تعالى بالقدرة أو تكون من الخالدين لا تموتان أبدا وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين وكان إبليس بين لحيي الحية أدخلته الجنة وكان آدم يظن أن الحية هي التي تخاطبه ولم يعلم أن إبليس قد اختفى بين لحييها فرد آدم على الحية أيتها الحية هذا من غرور إبليس لعنه الله كيف يخوننا ربنا أم كيف تعظمين الله بالقسم به وأنت تنسبينه إلى الخيانة وسوء النظر وهو أكرم الأكرمين أم كيف أروم التوصل إلى ما منعني منه ربي عز وجل وأتعطاه بغير حكمة فلما يأس إبليس من قبول أمره من عاد ثانية بين لحيي الحية فخاطب حواء من حيث يوهمها أن الحية هي التي تخاطبها وقال يا حواء أرأيت هذه الشجرة التي كان الله عز وجل حرمها عليكما قد أحلها لكما بعد تحريمها لما عرف من حسن طاعتكما وتوقيركما إياه وذلك أن الملائكة الموكلين بالشجرة التي معها الحراب يدفعون عنها سائر حيوان الجنة لا تدفعكي عنها إن رمتها فاعلمي بذلك أنه قد أحل لك وأبشري بأنك إن تناولتيها قبل آدم كنت أنت المسلط علي الآمرة أنها هي فوقها فقالت حواء سوف أجرب هذا فرامت الشجرة فعرادت الملائكة أن تدفعها عنها بحرابها فأوحى الله تعالى إليها إنما تدفعون بحرابكم من لا عقل له يسجره فأما من جعلته متمكنا مختارا فكلوه إلى عقله الذي جعلته حجة عليه فإن أطاعه استحق ثوابي وإن عصى وخالف أمري استحق عقابي وجزائي فتركوها ولم يتعرضوا لها بعدما هموا بمنعها بحرابهم فظنت أن الله تعالى نهاهم عن منعها لأنه قد أحلها بعدما حرمها فقالت صدقة الحية وظنت أن المخاطبة لها هي الحية فتناولت منها ولم تنكر من نفسها شيئا فقالت يا آدم ألم تعلم أن الشجرة المحرمة علينا قد أبيحت لنا تناولت منها فلم يمنعني أملاكها ولم أنكر شيئا من ذلك فذلك حين اغتر آدم وغلط فتناول فأصابهما ما قال الله تعالى في كتابه فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما بوسوسته وغروره مما كان فيه من النعيم هذا ما ورد في تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه بهذه الطريقة تمكن إبليس أن يخدع هواء ثم النبي آدم بأن يرتكب ما هو خلاف الأولى أو مخالفة النهي الإرشادي حتى وأن لم يكن خلاف الأولى وصلى الله على محمد وآله الطاهرين